وقد يحصل للعالم أنه يتوقف وهذا من كمال علم العلماء وليس هذا نقص فيهم وإنما هذا من كمال علم العلماء وليس هذا من باب التنقص والنقص في العلماء بل أن التوقف هذا زيادة في المرتبة وزيادة في العلم وكذلك زيادة في ثقة الطالب في الشيخ لأن الطالب إذا رأى من شيخه أنه يقول لا يدري فإنه سيثق في قوله ماذا أدري الطالب إذا سمع من شيخه لا أدري فإنه سيثق في قوله أدري لأنه لو كان لا يدري فإنه سيقول ماذا لا أدري وهذا التوقف كما يقال رفعة للمعلم ورفعة للإمام ورفعة للشيخ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في مساءة المسائل حتى نزل عليه الوحي حديث ماذا؟ حديثه يعلى بن أومية في الجعرانة لما جاء وقد تلطخ من جاء وقد تلطخ بأثر الطيب وقد كان يلبس الجبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتوقف برهة ما أجابه أبدا حتى نزع عليه الوحي قال إنزع عنك جبتك وأثر الطيب واصنع في أمركك ما أنت صانع في حجك فقال العلم رحمهم الله يوقظ من هذا أن إمام المفتين الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توقف في أمره حتى نزل عليه الوحي حتى نزل عليه الوحي هذا درس طلاب العلم أنه لا يستحي من يقول ليش لا أدري وقد جمع بعض إخواننا مما كان معنا في سنة النساء وسنة أبي داود ما قال فيه شيخنا الشيخ العباد ماذا؟ لا أدري وهي مسائل كثيرة جدا مسائل كثيرة جدا ولو سألتم اليوم من العباد عندكم؟ تقولوا ماذا؟ عالم من علمائي المسلمين فلا ينقص ذلك من قدره بل يرفع قدر العالم وقدر الشيخ إذا قال لا أدري فهذا حد علمي في هذه المسألة لذلك إمام داري الهجرة إمام مالك رحمه الله جاءه رجل من المغرب يسأله عن أربعين مسألة فأجاب في أربع مسائل ولم يجب في ستة وثلاث مسألة هذا هو من هو؟ إمام داري الهجرة فقال له هذا الرجل المغربي ماذا أقول لأهل المغرب الرجعب؟ قال لهم قولوا قول لهم أن مالك ماذا؟ لا يدري قول لهم أن مالك؟ لا يدري الشاهد مالك بن أنس أين كان في المدينة النبوية وسمي بإمام داري الهجرة أو لا انتشر علمه في المدينة أو في المغرب؟ في المغرب في المكان الذي قال فيه إيش؟ لا أدري فلما وكل العلم إلى الله أورثه الله سبحانه وتعالى التمكين في المكان الذي قد وكل العلم إليه الذي هو فيه المغرب والأندلس وفي غيرها الشاهد من هذا أن قول لا أدري رفعه أن قول لا أدري رفعه لطلاب العلم أما أنه يتكلم ويعترض في كل مسألة ويتكلم في كل قول قالت صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا مجنون من تكلم في كل مسألة هذا مجنون هذا مجنون كما قال الصحابة ونقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان علم فضيه نعم